طيب عندنا خبر ده كده خلاص خلصنا أخبارنا جوه النادي الأهلي يعني نطلع لأخبارنا المحلية بنجيب أبرز خبرين ثلاثة معنا أول خبر ليه علاقة بالريشة الطائرة وطبعا مصر بتنظم بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لدول القدرات الخاصة كم لعب ولعبة يشاركوا 140 لعب ولعبة وزا قلت لحضراتكم إن احنا الفترة دي بنعيش الحقيقة فترة ذهبية لدول القدرات الخاصة البراليمبيين دي حاجة يعني ما شفنهاش قبل كده وتفرى في هذا الاتجاه يعني مهولة امبارح كان افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لدول القدرات الخاصة الذوي الهمم واللي تتلعب على صدر رقم 3 و4 باستاذ القاهرة الدولي في الفترة من 23 إلى 28 اللي احنا فيه الافتتاح حضروا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصر للريشة الطائرة بالقاس الدكتور علي حسب الله ومعهم فيرن جلدر مندوبة معهم مندوبة الاتحاد الدولي عشان نشرف على البطولة وعدد من قيادات عشان تشرف على البطولة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياض البطولة دي مشارك فيها 140 لعب ولعبها من 25 دولة خلينا أسرد لحضراتكم الدول استراليا البرازيل بلغاريا كندا الهند إيران إيطاليا كودفوار نيجيريا البرتغال تركيا أغندا الكاميرون تايوان كولومبيا التشيك فرلندا فرنسا ألمانيا ليبيا نيبال سولفاكيا أسبانيا أوكرانيا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف البطولة قوية والمستويات فيها متطورة بشكل بير ومحطوطة على أجنت الاتحاد الدولي اللعبة وأغلب اللعبين جايين يشاركوا فيها عشان يحسنوا تصنفهم في سباق التأهل للأولمبيات أو الألعاب البرالنبية لاتلاف فرنسا عقب الألعاب الأولمبية طبعا أكيد ومدوضة شرعية وحق شرعي لأي لعب أنه يفكر يتأهل ومصر البطولة دي بطولة مهمة عشان كده العدد الكبير من اللعبين بس أنا عايز أقول حاجة خلينا أتكلم شايفين النهاردة كم دولة مشاركة احنا بنتكلم في 25 دولة أنت النهاردة كل الدول دي جاية مصر أنا عايز بس أقول حاجة والله العظيم احنا في نعمة كبيرة خلينا أقول لكم بس أنه أنا لما بقرأ الأخبار دي احنا في منطقة يعني ما يخفاش على حد المنطقة عاملة زي فالنهاردة أنت في المنطقة دي أنت نجمة مضيقة أنت النهاردة يعني بطولات المنطقة أنا قلت النهاردة وأنا بتكلم أخبار عندنا تصفيات المنطقة الخمسة رجال وسيدات الكرة الطائرة عندنا ريشة الطائرة بطولات شغالة وبطولات راحة ودول كتيرة جاية لك في منطقة الحقيقة ملتهبة النهاردة ده نجاح كبير لمصر نجاح كبير لمصر عندها البنية التحتية وإن الدولة المصرية قادرة تستضيف بكل أمن وأمان هذه الدول ولعبينها النهاردة احنا في نعمة كبيرة جدا أن احنا بنشوف ده ونتحرك بسلام وبحرية الحاجات دي كلها لها يعني مردود كبير وأنا ببقى سعيد الحقيقة لما ببخور جدا ببلدي لما بلاقي كده النهاردة مصر عندها بنية تحتية كبيرة جدا بعد شوية احنا بننهاردة بطولة أفريكا الكرة اليد شغالة أنا بس عايز أوريكم أحداث رياضية كبيرة في وقت انت المنطقة كلها ملتهبة بص يمين شمال أنا مش هتكلم ولكن بص انت يعني كلكم عارفين أكتر مني كمان النهاردة المنطقة كلها عاملة زي مصر هي النجمة المضيقة النهاردة بطولة أفريكا الكرة اليد خارجة بشكل رائع رائع كل العالم بيتباح النهاردة فيه بطولة كاس العالم للرماية جاي النهاردة عندنا التصفيات المنطقة الخمس النهاردة مصر تستضيف هذه الأحداث الرياضية في جو من السلم والأمان جو من الاستقرار يا رب يديم علينا النعمة دي ويا رب مصر افتقدم دايما ويا رب ربنا يكرمنا ونعدي أي أزمة نشوفها طول ما احنا بعضينا طول ما احنا بعضينا طول ما ادينا في ادين بعض بإذن الله